مشاهدين الكرام موجز لها مؤخر الأخبار والبداية بالعنوين الرئيس السيسي عود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة بغداد بين مصر والعراق والأردن وزير الخارجية يزور روما للمشاركة بالاجتماع الوزاري لتحالف الدولي ضد داعش الإرهابي حزب ماكرون يبدي خيبة أمله بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات الأقليمية الفرنسية التاسع صباحا السابع في جرينتش موجزون إخباري يأتيكم من القهرة أهلا بكم عاد الرئيس السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة بغداد الثلاثية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القمة تناولت تعزيز التعاون الثنائي بين الدول الثلاث والتشاور بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة في ظل التحديات الراهنة وخلال القمة أكد الرئيس السيسي الحرص على الحفاظ على الأمن المائي العربي مؤكدا موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني إلى بغداد ووصفت الوزارة في بيان رسمي الزيارة بأنها خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية الإقليمية بين مصر والعراق والأردن ودفع الاستقرار الإقليمي هذا فيما ثمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي مخرجات القمة الثلاثية التي استضافها العراق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهلة الأردنية الملك عبدالله الثاني ورئيس وزراء العراق مصفى الكاظمي أكد رئيس البرلمان العربي أن التعاون بين الدول الثلاث يمثل قيمة مضافة لتعزيز العمل العربي المشترك هذا وأشار العسومي إلى أن القمة تعد ستنائية من حيث توقيتها وأهميتها لا سيما أنها جاءت في وقت تحتاج فيه الدول العربية بشدة إلى دعم وترسيخ آلية التشاور والتنسيق تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير دفاعات الجوية السعودية صاروخين بالسيين أطلقتهما قوات الحوثي تجاه جنوبي المملكة وأكد التحالف أن المحاولات العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها مشيرا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات فشل اليمين المتطرف بزعمة ماري لوبان في الحصول على أي إقليم يترى الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية الفرنسية وفق التقديرات الأولية وسجل اليمين الوسط صعودا ملحوظا في عدة مناطق منها إقليم نورماندي الواقع بشمال غرب فرنسا حيث حصل على نسبة 44.20% من أصوات الناخبين من جهته أبدأ حزب الرئيس إيمانويل ماكرون خيبة أمله يثرى ظهور النتائج الأولية للانتخابات التي غلب عليها العزوف غير المصبوخ عن التصويت حيث سجلت نسبة المشاركة 27.89% سجلت وزارة الصحة 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 وفا قال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد قال إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد ومائتين وثمانين ألفا وثلاثمائة وأربع وتسعين إصابة من ضمنهم مائتين وعشرة آلاف واثنتين وخمسين حالة تم شفاؤها وستة عشر ألفا واثنتين وتسعين حالة وفا ترجمة نانسي قنقر رياضيا تتواصل اليوم مباريات دور 16 لبطولة أمم أوروبا يورو 2020 حيث يواجه المنتخب الكروتي نظيره الأسباني على ملعب بورغين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في السادسة مساء كما يلتقي المنتخب الفرنسي نظيره السويسري في ملعب أرينا ناسيونالا في مدينة بوخارست الرومانية لمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الانترنت اكسونيوز تي في كما يمكنكم متابعتنا على مواقع تواصل اجتماعي اجتماعي في صباح اشتركوا في القناة أجتماعي في الصحيح